موسيقى اللقاءات والمباحثات تطرقت إلى مستجدات الوضع في بلادنا والتطورات في المنطقة والدعم المطلوب للحكومة ومؤسسات الدولة للوفاء بالتزاماتها الخدمية والمعيشية والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية أكدت حكومة بلادنا أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موقعا عسكريا للواء الثالث دعم وإسناد بمدرية موديا بمحافظة أبيان مخلفا عددا من الشهداء والجرحة لن ينال من عزيمة اليمنيين في معركتهم لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة التنظيمات الإجرامية هذا وشدد بيان صادر عن الحكومة على أهمية اليقظة العالية ورفع الجاهزية الأمنية وتعزيز جهود مواجهة قوى الإرهاب والظلام بطريقة تصب في مسار تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على عناصره الضالة افتتح وزير المالية سالم بن بريك ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري بنك عدن الأول الإسلامي في العاصمة المؤقت عدن بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة وأوضح الوزير بن بريك أن افتتاح هذه المؤسسات الاقتصادية يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل دشن محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي اليوم الأحد العام الدراسي الجديد الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين وذلك بعموم مدارس المحافظة للتعليم الأساسي والثانوي وخلال التدشين بمدرسة السيدة زينب للتعليم الأساسي للبنات ومدرسة ناصر نتاه للبنين بمدينة المكلة أكد محافظ حضر موت أهمية تدشين العام الدراسي الجديد في أوضاع مستقرة وآمنة تنعم بها المحافظة تأتي تتويجا لجهود السلطة المحلية والقيادات التربوية والتعليمية ومنتسب قطاع التعليم هذا والتحق بالصفوف الدراسية ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وستون طالبا وطالبا في ثمانمائة وستة وستين مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي في عموم حضر موت أن يجعله عاما حافلا بالمنجزات في التربية والتعليم في شتى المجالات الخدمية وأيضا المجالات التنموية عاقدين العزم إن شاء الله على استمرار العملية التعليمية التي تعثرت لظروف ليس هذا مجالها ولكن أنا عاقدين العزم على تجاوزها إن شاء الله ختام الموجز إلى اللقاء